لمزيد من المتابع نذهب إلى عدن ينضم إلينا من هناك وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي سيد وليد أهلا وسهلا بك آخر المعلومات الميدانية التي تريدكم من الحديدة وأنا تتركز المعارك في هذه الأثناء إن كان لديك أي معلومات أسعد الله مساءك أخي العزيز والأخوة المشاهدين جميعا نبشر كل أبناء الوطن وأبناء محافظة الحديدة إن معارك الحديدة تسير على خطاة ثابتة وقريبا إن شاء الله سوف يسمعون ما حققته المقاومة وما وصلت إليه وخصوصا بتجهيزات وترتيبات لسيطرة على المطار والميناء وعلى مركز المحافظة وسط المدينة طيب سيد وليد الحديث عن حملات نهب وسرق للمؤسسات الحكومية في الحديدة ما هي هذه الحملة وإلى أين تنقل الأشياء؟ بدأت الميليشيات يوم أمس وأعلنت عن بيع كافة السيارات والبضائع والآلات التابعة للتجار والمواطنين في ساحة الميناء بمزاد إعلني وبدأت بالفعل بتنفيذ هذا الإجراء وتم أخذ بعض المعدات وبعض البضائع والآلات ونقلها إلى خارج المحافظة أو إلى العاصمة صنعها بدأت الميليشيات أيضا بإخراج بعض الأسلحة التي كانت تكدسها في وسط المدينة ونقلها إلى أماكن ومرتفعات مطلة على محافظة الحديدة وعلى الساحة الغربية هنا السؤال سيد وليد هل تعتقد أن الحوثيين سيتخلون عن الحديدة بسهولة أم لا هم سيدافعون عنها حتى النهاية؟ الميليشيات الحوثية لن تتخلى عن ميناء الحديدة وعن المحافظة بهذه السهولة ولكن رجال المقاومة والحكومة الشرعية مدعون بقوات التحالف قد أنهت وحسمت أمر تحرير محافظة الحديدة وميناءها ومطارها وكافة مدينياتها وهم ساعون إلى هذا التحرير طبعا بالسيطرة على ميناء الحديدة يعتبر انهاء التهريب بالسلاح للميليشيات الحوثية كانت الميليشيات تستخدم الميناء كنقطة انطلاق عسكرية لاستهداف الممر الدولي واستهداف البوارج والسفن المارة التجارية الآن بانتهاء والسيطرة على هذا الميناء تعتبر الميليشيات الحوثية انتهت تماما ولكنها تحاول بقدر المستطاع أن تتمسك بهذه المحافظة كونها هي المحافظة التي تدر عليهم بالمال سيد وليد حتى الآن المعلومات تقول بأنهم في تخوم وفي مناطق ربما بعيدة عن مناطق المزحمة في السكان ماذا عن أهالي الحديدة؟ هل هناك تعويل أن ينطفضوا؟ أبناء الحديدة هم جاهزوا للانتفاض وسوف ينطفضون ولكن الميليشيات قامت من يوم أمس باعتقال من هي تعلم أنهم ضد هذه الميليشيات وتعيش بصمت داخل المحافظة بدأت أمس بالاعتقال واعتقلت الكثير من الشباب والناشطين والشخصيات الاجتماعية التي هي ضد هذه الميليشيات ولكن الأبناء المحافظة هم ضد هذه الميليشيات منذ أن بدأت طيب طيب وليد في حال سقطت الحديدة بيد الشرعية ما الذي يعنيه ذلك في مسار الحرب؟ ولماذا الحديدة مهمة جدا بالنسبة للشرعية والتحالف؟ الحديدة مهمة جدا كونها هي الميناء الوحيد الذي يعتبر هو المدر بالأموال والإمكانيات التي تصل للميليشيات الحديدة الميليشيات الحديدة مدخولها من ميناء الحديدة شهريا من الجمارك فقط ما يعادل العشر مليار ريال بينما مدخولها من المشتقات النفطية وبيعها في السوق السوداء ما يعادل الثلاثين مليار ريال أضف إلى جانب ذلك الضرائب والعتاوات التي تفرض على التجار والشخصيات الاجتماعية وأصحاب المصانع التجارية التي في داخل المحافظة بالسيطرة على هذا الميناء يعتبر إغلاق الحنفية أو المكان الذي يدرع الميليشيات بالأموال وتهريب السلاح وقصوصا أنها تستخدم تهريب السلاح من ميناء الصليف ومن ميناء اللحية ومن الميناء التجاري من عدن وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي شكرا جزيلا لك